اشتركوا في القناة بواقع ألف شاحنة يومياً معظمها تذهب نحو إيران التقرير أضاف أن الشاحنات تمثل الجانب الأكثر وضوحاً في عملية ضخمة لنقل النفط في سفقات غامضة وغير رسمية استشرت منذ إغلاق خط أنابيب للصادرات الرسمية العام الماضي حيث تحمل أكثر من ألف شاحنة ما لا يقل عن مئتي ألف برميل من النفط منخفض الأسعار وهي تجارة تدر مئتي مليون دولار شهرياً تقريباً وبحسب مسؤولين حكوميين فإن حجم الصادرات غير الرسمية هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هذا العام وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إن التجارة في كردستان العراق لم تحصل على موافقة الحكومة في بغداد وإن شركة تسويق النفط العراقي الحكومية سومو هي الجهة الرسمية الوحيدة المصرح لها ببيع الخام العراقي بينما يؤكد مسؤول برلماني أن حكومة السودان على علم بتفاصيل التجارة لكنها تتجنب الانتقادات العلنية مع سعي المسؤولين إلى حل النزاعات القائمة مع أربيل الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأمريكية جيم كرين قال إن أوبك الآن أقل صبرا على التهريب ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين فيما أشار مسؤول أمريكي إلى أن هذه التجارة أيضا يمكن أن تضع كردستان العراق على مسار تصادمي مع واشنطن التي تجري تقييما حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات أمريكية على إيران